اشتركوا في القناة ما الذي قد يحمله المستقبل للذهب وماذا يعني ذلك بالنسبة لك العرض والطلب لماذا الذهب باهظ الثمن في الوقت الحالي الذهب هو احد اقدم واثمن المعادن التي عرفتها البشرية ولهذا السبب فان اي تغيير في سعره يثير الكثير من الاهتمام احد اهم اسباب ارتفاع سعر الذهب في الوقت الحالي هو ببساطة العرض والطلب عندما يكون هناك توازن بين العرض والطلب تكون الاسعار مستقرة ولكن عندما يختل هذا التوازن تبدأ الاسعار في التغير عندما يكون هناك نقص في شيء ما لكن الكثير من الناس يريدونه يرتفع سعره هذا هو الحال مع الذهب الان حيث ان الطلب عليه في تزايد مستمر هذا بالضبط ما يحدث مع الذهب الناس في جميع انحاء العالم يتجهون لشراء الذهب كاستثمار آمن في اماكن كثيرة لا تنتج مناجم الذهب نفس القدر من الذهب كما كانت تنتج في السابق التكنولوجيا القديمة والتكاليف العالية والقيود البيئية كلها عوام تؤثر على الانتاج هذا العرض المحدود يدفع الاسعار للارتفاع عندما يكون هناك نقص في العرض يصبح الذهب اكثر قيمة في الوقت نفسه يتطلع المزيد والمزيد من الناس الى شراء الذهب سواء كان ذلك لاغراض استثمارية او لحماية الثروة انهم يرونه كملاذ آمن خلال الاوقات غير المستقرة في الاوقات التي تكون فيها الاسواق المالية غير مستقرة يلجأ الناس الى الذهب كوسيلة لحماية اموالهم قد يتردد التجار المحليون في بيع ذهبهم انهم يعرفون ان الاسعار قد ترتفع اكثر في المستقبل لانهم يتوقعون ان يستمر السعر في الارتفاع هذا التوقع يجعلهم يحتفظون بالذهب لفترة اطول انهم يريدون تعظيم ارباحهم عن طريق البيع عندما يكون السعر في ذروته هذا السلوك يساهم في تقليل العرض المتاح في السوق مما يؤدي الى ارتفاع الاسعار اكثر حول العالم التوترات العالمية تدفع الذهب للارتفاع عندما يشعر العالم بعدم الاستقرار يلجأ الناس الى الذهب الذهب ليس مجرد معد ثمين بل هو رمز للامان والاستقرار ينظر اليه على انه استثمار امن شيء سيحافظ على قيمته حتى عندما يكون كل شيء اخر فوضويا في اوقات الازمات يصبح الذهب ملاذا امنا للمستثمرين في الوقت الحالي هناك الكثير من عدم اليقين في العالم من الاحتجاجات الى الازمات الاقتصادية يبدو ان كل شيء غير مستقر الصراع بين اسرائيل وغزة عامل رئيسي هذا الصراع ليس الوحيد فهناك العديد من النزاعات الاخرى التي تؤثر على الاسواق هذا النوع من عدم الاستقرار الجيوسياسي يجعل المستثمرين قلقين القلق يؤدي الى اتخاذ قرارات سريعة لحماية الاصول انهم يسحبون اموالهم من الاصول الاكثر خطورة مثل الاسهم ويضعونها في ملاذات اكثر امانا مثل الذهب الذهب يعتبر خيارا مثاليا في هذه الاوقات تؤدي التوترات العالمية الى ارتفاع اسعار الذهب عن طريق زيادة الطلب الطلب المتزايد يؤدي الى ارتفاع الاسعار بشكل ملحوظ عندما يشعر المستثمرون بالخوف فانهم يلجأون الى الذهب كملاذ امن مما يعزز من قيمته في السوق مما يؤدي الى ارتفاع سعره بسبب زيادة الطلب في النهاية الذهب يظل الخيار الامثل في اوقات الازمات مستقبل الذهب ماذا بعد الذهب كان دائما ملاذا آمنا للمستثمرين في اوقات عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي التنبؤ بمستقبل الذهب امر صعب يعتمد ذلك على العديد من العوامل المتغيرة مثل السياسات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية وحتى التغيرات في العرض والطلب لا احد يملك كرة بلورية لا يمكن لاحد ان يتنبأ بدقة بما سيحدث في المستقبل ومع ذلك يمكننا ان ننظر الى الاتجاهات الحالية ونقوم ببعض التخمينات المدروسة من خلال تحليل البيانات المتاحة يمكننا محاولة فهم الاتجاهات المحتملة اذا استمرت التوترات العالمية فمن المرجح ان تظل اسعار الذهب مرتفعة او حتى ترتفع اكثر الذهب يعتبر ملاذا اامنا في اوقات الازمات من ناحية اخرى اذا بدأ العالم في الشعور بانه مكانا اكثر هدوءا واستقرارا فقد تنخفض اسعار الذهب الاستقرار يمكن ان يقل من الطلب على الذهب كاستثمار اامن لكن تذكر ان الذهب كان اصلا ثمينا لالاف السنين منذ العصور القديمة كان الذهب رمزا للثروة والقوة من المرجح ان يظل استثمارا شائعا لفترة طويلة قادمة المستثمرون دائما ما يبحثون عن الاصول التي تحافظ على قيمتها على المدى الطويل سيكون للاتجاهات المستقبلية تأثير كبير على اسعار الذهب يجب على المستثمرين متابعة الاخبار العالمية والتغيرات الاقتصادية اذا استمر عدم الاستقرار العالمي فمن المرجح ان ترتفع اسعار الذهب الازمات العالمية تزيد من الطلب على الذهب كملاذ اامن على العكس من ذلك قد تؤدي البيئة العالمية الاكثر هدوءا الى انخفاض اسعار الذهب الاستقرار يعزز الثقة في الاصول الاخرى صدق او لا تصدق يمكن ان يكون للانتخابات الامريكية تأثير كبير على اسعار الذهب لان الانتخابات تخلق حالة من عدم اليقين لا احد يعرف على وجه اليقين من سيفوز او ما هي السياسات التي سيطبطها هذا الغموض يمكن ان يجعل المستثمرين متوترين وعندما يشعر المستثمرون بالتوتر فانهم غالبا ما يلجأون الى الذهب لقد رأينا هذا هذا يحدث في الانتخابات الامريكية القليلة الماضية تميل اسعار الذهب الى الارتفاع في الاشهر التي تسبق الانتخابات ثم بمجرد انتهاء الانتخابات وتراجع حالة عدم اليقين غالبا ما تنخفض اسعار الذهب يعرف الاحتياطي الفيدرالي المعروف ايضا باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي بالبنك المركزي للولايات المتحدة تتمثل احدى مهام الاحتياطي الفيدرالي الرئيسية في تحديد اسعار الفائدة اسعار الفائدة هي الرسوم المفروضة على اقتراض المال عندما تكون اسعار الفائدة منخفضة يصبح اقتراض المال ارخص غالبا ما يؤدي ذلك الى التضخم وهو زيادا عامة في الاسعار ينظر الى الذهب على انه تحوط ضد التضخم لذلك عندما يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على اسعار فائدة منخفضة فانه يمكن ان يدفع سعر الذهب للارتفاع بشكل غير مباشر الان قد تفكر هل يجب ان استثمر في الذهب هذا قرار شخصي لا توجد اجابة صحيحة او خاطئة يمكن ان يكون الذهب استثمارا جيدا لكن من المهم فهم المخاطر الذهب لا ينتج اي دخل انه لا يدفع ارباحا مثل الاسهم او فوائد مثل السندات تعتمد قيمته فقط على العرض والطلب اذا رغب عدد اقل من الناس في شراء الذهب في المستقبل فقد ينخفض سعره وقد تخسر المال مثل اي استثمار يأتي الذهب مع مخاطر يمكن ان يكون سعره متقلبا مما يعني انه يمكن ان يرتفع وينخفض بسرعة يمكن ان يجعل هذا التقلب من الاستثمار فيه امرا محفوفا بالمخاطر خاصة على المدى القصير قبل الاستثمار في الذهب من الضروري مراعاة اهدافك المالية وتحملك للمخاطر والاطار الزمني للاستثمار اذا لم تكن متأكدا مما اذا كان الاستثمار في الذهب مناسبا لك فمن الافضل دائما التحدث الى مستشار مالي مؤهل لقد كان الذهب مخزنا للقيمة لعدة قرون في اوقات عدم اليقين يلجأ الناس الى الذهب من اجل استقراره وامنه اليوم مع تصاعد التوترات العالمية وتزايد عدم اليقين الاقتصادي ليس من المستغر بان يصل الذهب الى مستويات قياسية سواء كنت تفكر في الاستثمار في الذهب او كنت ترغب ببساطة في فهم العوامل التي تدفع سعره فمن الضروري ان تواصل التعلم راقب الاحداث العالمية واسعار الفائدة والمناخ الاقتصادي العام وتذكر ان المعرفة قوة عندما يتعلق الامر باتخاذ قرارات مالية ذكية ما رأيك في ارتفاع سعر الذهب؟ شاركنا بتعليقاتك ادناه ولنواصل النقاش اشتركوا في القناة